قلق وخوف من أي كوارث قد تحدثها سيول الأمطار أديا إلى وصول السلطة المحلية بتاعز إلى حلول قبل هطولها حيث قاما مكتب النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة بتنفيذ مشروع تنظيف عبارات سيول ومياه الصرف الصحي بمبلغ يصل إلى 54 ألف دولار تكفلت به منظمة لينيسيف وأشرفت على تنفيذه مؤسسة همة شباب ليبدأ العمل عقب تجهين السلطة المحلية اليوم نجشن مشروع تنظيف السوائل والقنوات التي تؤدي إلى هذه السوائل من أجل تقنب كارثة بيئية كما حصلت في العام الماضي لنا في السلطة المحلية خطة في مواقهة كل الكوارث البيئية طوال موسم الأمطار سواء في تنظيف الحارات والشوارع من المخلفات أو تنظيف السوائل هناك رصدات ميزانية خاصة لمواقهة وشكلنا غرفة عمليات لهذه الطوارئ البيئية مشكلة من المكتب الصحة والأشغال العامة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتحزين المشروع ياتي ضمن الاستجابة العاجلة لمرض الكوليرا ومدة تنفيذه ثلاثة أسابيع غير أن الوقت لا يتناسب وحزم الكارثة البيئية التي تعاني منها مدينة تعز رفع جميع المخلفات الأتربة والقمامة من مصايد وعبارات السيول خوف من كارثة بيئة كانت في العام الماضي دقت نواقص الخطر هذه السنة سريعا وبالتوقيهات مستمر من قبل المحافظ تم وبسرعة شديدة تدشين حملة رفع المخلفات من عبارات السيول وأيضا إصلاح مجال الصرف الصحية التي تتجه إلى السيول أخيرا سيتخلص الأهالي من مستنقع الأوبئة بعد أن دهمتهم جميع الأمراض التي أخذت منهم أرواح وأرهقت أخرى بقيت تتنفس المرض لكنهم اليوم سيتنفسون المرتبع التربة هذا ما حالي لا يضرر منه ولا يضرر فلنستبد منه هذا من كان الأوبئة والمراض والنامس والبلالي عليه داخله يستكبه وكل حاجة القمامة لداخله بعد ثلاثة أعوام إهمال شكلت عبارات السيول بيئة خصبة للأوبئة كونها تمتد من منطقة صينه جنوبا وحتى عصيفره شمالا أي بطول كامل المدينة على وقع رفع المخلفات والأتربة من السوائل يأمل القائمون على المشروع بعدم إعادة رمي المخلفات إليها وفي ذلك مصلحة للجميع عبدالعزي الزبحاني من شباب تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر